عايزين تتكلمني على حاجة في مبارات الأهل والتراجي اللي فاتت مبارات الأهل والتراجي كان فيها لقطة بس للأسف الشديد الصور ما عرفتش اتخدمنا كبيرة جدا بعد إصابة علي معلول بعد إصابة علي معلول خلاص الحتة دي فضيوت الحتة بتاعت الشمال في حسين الشحات الجري قبل طبعا دي هي احنا جبنا اللقطات من أخيرة بعد الهجمة حسين الشحات الجري رفع إيدين لتنين وقال لك أنا اللي هلعب في الحتة دي إمام قال له اطلع انت قدام اطلع انت قدام وسبني قال له لا سبني أنا هشتغل عليها أما جري إمامه وكورة بتادي تتنقل في وسط الملعب إمامه وهو بيعمل اللي سكان اللي وراء كده فلقى رقم 8 تقى عندهم في التراجي بيشاور للعيبة التراجي لعبولي في المساحة اللي في ظهر الباكليفت هنا اللي هو حسين الشحات فرح منها الهجمة يرجع بقى يرجع بالصورة تانية قبل ما ينزل كريم فؤاد قبل ما ينزل كريم فؤاد بالضبط كده فرجع بقت الصورة دي بقت اللقطة دي اللي هو فيها تقى رقم 8 هنا اللي عمل أخطر قورة في التسعين دقيقة في المبارات التراجي والنادي الأهلي اللي كانت ممكن تتبقى في بداية هتبقى كانت الأسوأ اللي في هذه المباراة إن لو تم إحراز هدف منها هنا ماشي ماشي الصورة هات الصورة اللي بعدها هنا قدر تقى يعمل الكروس هنا إنما طبعا الحمد لله كان الراجل طلع لوحده طبعا وكان من الكرات الصعبة إنما مصطفى شبير عامل شكل النجمة بشكل كبير جدا بالمناسبة ناس كتير الرابط الصورة إحساسي بيها مصطفى لمسها بتراطيف صورة إحساسي بيها وأنا بتفرج من اللقطة الأولى إن في لمس حصل إنما الحكم المباراة الحمد لله بص كرة ناس بكتة صعبة جدا إن هي لو ما لمسي لأننا اعتقاد الشخص فيها الكرة هنا في اللقطة دي موجهة في اتجاه المرمى ملهاش حل تاني إنها تنزل جنب القائم بالشكل اللي احنا شفناه ده اللي لما يكون حصل لمس في التراطيف بتاعة الجوانتي بتاع مصطفى شبير فإحساسي بيها من اللقطة الأولى وأنا بتفرج عليها إن ده حصل فهنا تحسب أنا عايز أقول وعلم نقطة مضيئة على لعيب كبير جدا وعنده رؤية كويسة جدا اسمه إمام عشور إمام اللي أرى المشهد ده إمام اللي كان وهو بيجري عشان يضغط في وسط ملعب الترجي هو اللي عمل للإسكان ده وكان كفيل إنه هو لو لقف في الحتة دي مكان حسين الشحات ما كانتش الفرصة دي الخطيرة لنادي الترجي كانت ممكن تيجي لأن للأسف حتة حسين الشحات ما بيقدرش يشتغل على الحتة الدفاعية زي إمام عشور بالشكل الكريس متفائل للأهل يومي السابت؟ متفائل طبعا جدا إنما عايز أقول لهم نقطة مهمة جدا مبارا صعبة قوي صعبة الحاجتين ولازم مصر كولر يبقى عنده الحلول لها الحاجة الأولانية إن فرقة هتدافع بشكل كويس جدا هم منظمين دفاعيين كويس جدا مش من السهل أن أنت تخترق دفاعاتهم بالأخص هو متعادل سفر سفر فعايز يطلع بنتيجة تعادل أو يشتغل على حجمة مرتدة فيحرجك ويخلي المباراة تصعب عليك الحاجة الثانية الكرات السابتة هم عندهم بيلعبوا الكرات السابتة بشكل إيجابي جدا بشكل كويس جدا عندهم أطوال بيشتغلوا كويس قوي لو قدرنا نحل اللغز ده زي ما النادي الأهل لعب هناك وكان بشكل كويس جدا بالأخص في الشوت الثاني أن أنا أشتغل على البلد أب إزاي أبني كويس الهجمات وإزاي أفنش كويس إن الأهل كان بيبدأ كويس قوي بيبني كويس قوي إنما ما كانش بيفنش أحسن حاجة لو كان الفينش عنده لعيبة مركزة إن أنا أفنش كويس على المرمى لأ كانتم منكم ترجع النادي الأهل بالنتيجة إيجابية من المباراة في تونس إنما إن شاء الله هنبرك لنادي الأهل يوم السابت تكون نزة مالك الحد السابق ونادي الأهل إن شاء الله في السابت القادم يحقق الأفريقية ويبقى القرى المصرية وهي على رأس أفريقيا كلها في قرة القدم أما نلعب نهائي السوبر بين الزمالك والنادي الأهل معظم جدا